خلال روح لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودا اللي أعلن عن حصول مدينة شرم الشيخ هذا العام عشرين أربعة وعشرين على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم الجائزة الذهبية قدرت كأفضل مدينة سياحية من منظمة الاتحاد الأفريقي الأسياوي وذهبت إلى مدينة شرم الشيخ كمان اللواء خالد فودا أكد أنه خلال منتدى السياحة الأفريقية الأول اللي بيعقد على مدى يومين في شرم الشيخ حصوله كمحافظ جنوب سيناء على درع رجل العام عشرين أربعة وعشرين من منظمة الاتحاد الأفريقي الأسياوي قال السيد اللواء أن مدينة شرم الشيخ بتتميز بألاف من الكيلومترات من الشواطئ والمحميات الطبعية الأفضل في العالم والبحيرات والشلالات بالإضافة طبعا إلى البنية التحتية المتميزة شكرا